مش معقول يكون الفكر اللي احنا بنقدسه ده يدفع بالامة دي بالكامل ان هي تبقى مصدر للقلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها كلمات مباشرة لا تحتمل لبسا هكذا وصفت مطالبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرجال الازهر بتعديل الخطاب الديني الاسلامي تزامنا مع الاحتفال بذكرى مولد رسول الاسلام احنا محتاجين صورة دينية قلت الامام الدنيا كلها منتظرة كلمتكم الامة دي بتمزق الامة دي بتدمر مطالبة الرئيس المصري بتجديد الخطاب الديني ما لبثت ان وجدت استجابة لدى الازهر الذي سيوفد شيخه احمد الطيب في جولات خارجية لتصحيح المفاهيم الملتبسة ومن جانبها اعلنت دار الافتاء المصرية عن خطة لمحاربة التطرف والتكفير تضمنت اعداد برامج تأهيلية لمواجهة التطرف اضافة لغات للتواصل مع دول امريكا اللاتينية تدشينا دار الافتاء المتنقلة اطلاق قناة افتائية على موقع يوتيوب تلك كانت ابرز النقاط في الخطة النظرية للازهر ودار الافتاء لمواجهة الفكر المتطرف ولكن الى اي مدى يمكن تطبيق ذلك على الارض وهل الاشكالية في دور الازهر بشكل عام ام في الخطاب الديني ازهريا كان او لم يكن وبالرغم من الاشتراطات التي تفرضها السلطات الدينية المصرية على ائمة المساجد ممن يعتلون اكثر من مائة الف منبر في مصر في محاولة لضبط الخطاب الديني الا ان كثيرين اعتبروا مطالبة الرئيس للازهر بمثابة نقض مهذب لدور المؤسسة السنية الابرس في العالم لا اتنصف المسئولية المسألة ما هيش ولدة يوم او شهر او سنة او حتى عشر سنين انا اعتقد احقاب عديدة من التخلف انصح التعبير عن الركب بالذات في طريق ايصال الدعوة الاسلامية الى الناس اصبحت المنابل للأسف تؤدي دورها بشكل روتيني بشكل يدوب يؤدي الواجب خطبة بتؤدي الواجب لا علاقة لها بواقع الناس وبالتالي المناخ كان للأسف وما يزال حتى هذه اللحظة مواتي جدا لصناعة ارهابيين لكن رغم تشبث الازهر بانه لا يزال يمثل الاعتدالة ويواجه التطرف الا انه والقطاب الديني الحالي يقع في مرمى الانتقادات بين الحين والاخر في ظل تنامي الجماعات التي تنتهج نهجا عنيفا في المنطقة العربية والعالم لو هنتكلم على الخطاب الديني فيه تنوع جوه الازهر وكتير من علماء الاخوان المسلمين ازاهرة وكتير من علماء السلفيين ازاهرة لكن مشاخة الازهر دايما كانت حلقة ديئة من العلماء او نخبة من العلماء بيتم انتقائهم بمعيير امنية بالاساس فيه ادعاء بان فيه خطاب موحد للاسلام في مصر وفيه محاولة لفرض الخطاب الموحد ده بالقانون عن طريق النزارة الاقايف تتحكم في الممارسة الاسلامية المطالبات بتجديد الخطاب الديني وتفعيل دور الازهر يأتي بعد نداءات دولية واقليمية بنشر الاسلام المعتدل كنوع من المواجهة الفكرية للتطرف والعنف عبد البصير حسن بي بي سي القاهرة